وإمكانية تأجيلها هي كمعارضة لها حق أن تعارضها كمتى شيء فقط الرئيس مش مطالب مش مطالب أن يكون قبل العام ولا قبل العامين يعلنها على تاريخ الانتخابات لأن هناك مشرع المشرع قال وراه على أقصى تقدير قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانتخابات طفل أجل هو تصرف وفق التشريع عملية التشكيك والأسف شديد نحب ننقض المعارضة في طريقة التصرف صديقي يحكي على العدد المترشحين قال يمتلكوا الجرأة رغم أنهم من المفروض يخافوا أنهم يتسجنوا وكأن الناس اللي تسجنت من بين الناس اللي حبت الترشح للرئاسة تسجنت خطرية حبت تدخل في سباق الانتخابات هذا ما عادش يتعد للأسف الشديد على ذكاء ذكاء التوانسة القصة أنا لست هنا سلطة قضائية أو وظيفة قضائية ليقيم ملفات هؤلاء أما هذا التوظيف أنا نتصور مر وقته الآن لابد أن ندخل في مداولات من أجل بناء قصة أخرى يعني غير أن نستنعوا بعض ما في الدور رأوا اللي كل من بشي ترشح سيقع السجن وتتحلم ملفات هاي سيدي هناك بعض الأدلة اللي تقول ثم ناس عندها قضايا وعلى هذا السبب شدت جرات باش تتقدم ترشحات الرئاسية نحن نعيش داخل دولة تنظمها قوانين من حق كل مواطن تونسي تتوفر فيه شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ومرحبا بالجميع مرحبا بكل التونسة قلنا على قاعدة الشروط اللي يلزمها تتوفر غير ذلك فأني فأني نصورها هوامش من جموش نبنيوا بها تونس الجديدة